اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة دايما هناك شغف لاكتشاف أسرار الحضارة الفرعونية ودايما العالم كله بيكون عنده هوس باكتشاف أسرار الحضارة الفرعونية والنهاردة هل نتكلم مع حضراتكم عن إعادة تصميم الوجه الحقيقي لرمسيس الثاني لأول مرة منذ عام 2003 ويعني منذ 2200 عام هنتكلم كمان مع حضراتكم عن اكتشاف من أهم الاكتشافات لهذا العام اكتشاف فك اللفائف عن ممياء من حطب الأول اللي نالي المركز الأول من بين أهم عشر اكتشافات أفرية عالمية لعام 2022 برحب دلوقتي بضفتي دكتور صحر سليم أستاذ ورئيس قسم الأشعة كليل طب جامعة القاهرة أهلا بحضرتك يا دكتور منورانا أهلا بك مبارك لحضرتك طبعا على الكشف الأسري اللي نالي المركز الأول من بين أهم عشر اكتشافات أفرية لعام 2022 وهو فك اللفائف عن ممياء من حطب الأول عايز أقول حضرتك أنه مسألة اكتشاف الأسرار الخاصة بالحضرار الفرعونية دايما بيكون لها شغط كبير الناس بتكون منتظرة مع كل كشف أسري جديد أسرار بنسمعها لأول مرة ده حقيقي وخصوصا مع الدخول العلوم المختلفة مساعدة للأثار فبالتالي بتبقى الكشوف الأثرية بناء على علوم فبالتالي بتبقى لها مستقية كبيرة طيب لو نتكلم عن هذا الكشف على وجه التحديد كشف ممياء من حطب الأول يعني عالم الأشعة هنا إيه قدمه جديد في هذا الاكتشاف؟ أول حاجة لأن الممياء ديت لملك عظيم هو الملك من حطب الأول هو ابن الملك أحمص قاهر الهكسوس فلوه مكانة كبيرة في حد ذاته يعني حكم مصر أكتر من عشرين عامة وكانت له إنجازات كبيرة فبالإضافة إلى كده هو لممياءه كمان أهمية كبيرة لأنها تعتبر من المميوات الملكية القليلة جدا أو تعتبر من الملك الوحيد اللي ظل باللفائفه زي ما هو من ساعة اكتشافه يعني كل المميوات الملوك الأخرى حتى الملك رمسي ستين حتى يعني كل الملوك لما تم اكتشافهم في الخبيئات ومن سنة 1881 في القاهرة لما جون في القاهرة وقتها تم كشف اللفائف كلهم عنهم كلهم مع هذا ممياء الملك منحطب الأول وده من جمال الممياء ومن الزهور اللي كانت محطوطة عليه والقناع فخلى إن ماس بيرو هو كان رئيس الآثار في وقت الكشفتها سنة 1881 مايرضاش إن هو يعني 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 يذهب هذا الجمال بفك اللفائف وده كان من حسن الحظ لأن بالأشعة المقطعية استطعت أن أنا أفك اللفائف ولكن المرة دي بطريقة يعني غير مؤذية إطلاقا لأنها بطريقة افتراضية وسط الأشعة المقطعية تدير تقنية دي جديدة؟ ما كانتش موجودة قبل كده؟ الأشعة المقطعية هي الأشعة اللي إحنا بنبقى الطبية اللي هي للناس بتدخل فيها الأجهزة الأجهزة الأشعة المقطعية يعني هو نفسه هو نفسه الجهاز الطبي ولكن بنستخدمه في الآثار أنا بستخدمه في الآثار ومتعلمان من سنة 2004 إلى الآن يعني أبن أكتر من 18 سنة وإحنا في المشروع الممياء الملكية التابعة لمزارة الآثار المصرية عملنا أكتر من 40 ممياء ملكية بنفس هذه التقنية فالتقنية موجودة ولكن الجديد إن إحنا بهذه التقنية وبوسط أجهزة الكمبيوتر وأجهزة إعادة تركيب الصور استطعت أن أنا أزيل اللفائف بشكل افتراضي يعني واحدة لدرجة أن أنا بشوف ما بين كل طبقة وطبقة التمائم الموجودة لغاية لما تم الكشف عن وجه الملك أم الحوطب الأول لأول مرة وتم الكشف عن طرق التحنيط وطبعا عن سنه ولو كان فيه عنده أمراض وعن سلامة الأسنان وعن التمائم العديد اللي كان لابسها كان لابس 30 تميمة إضافة إلى حزام من الذهب من 34 خرزة ذهبية كل ديت كانت معلومات مهمة قوية عن ملك عظيم وفي نفس الوقت أهمية الكشف أنها كانت كل ده تم بتقنيات عالية جدا وبدون المساس بالمميع ويمكن ده سبب اختيار هذا الكشف أنه يكون يعني المركز الأول من بين أهم عشر اكتشافات أثارية عالمية في عام 2022 وهو فعلا وهو الكشف المصري الوحيد يعني هو من الحضارة المصرية الوحيد والأول من ضمن عشر اكتشافات ديت يعني اخترتها اللي هي مجلة الأركيولوجي أو مجلة الأثار التابعة لمعهد العلوم الأثرية الأمريكية أيضا تمكنتم بواسطة الأشياء المقطعية تصوير ممياء أتوت عن قامون يعني الكشف الجديد عن كل تفاصيل توت عن قامون بالأشياء المقطعية ممياء توت عن قامون كانت أول ممياء تم الكشف عنها في مشروع الممياءات الملكية تابعة لوزارة الأثار المصرية وأنا شرفت أن أنا فحصت الممياء وعملت عليها الكثير من الأبحاث خاصة بالتحنيط وخاصة كمان بالأمراض اللي كانت تصيب الملك توت عن قامون والقدم وغيره ولكن الجديد في الكشف أن الأشعة المقطعية دي استخدمتها لإعادة تركيب وجه الملك توت عن قامون وده من خلال تقنية الأشعة المقطعية بتخليني بوسط الكمبيوتر أن أنا أعمل نموذج ثلاثي الأبعاد لرأس الملك لجمجمة الملك بوسط الأشعة المقطعية ومن خلال التشكيلة دي أو فعلا عملت طباعة ثلاثية الأبعاد لجمجمة الملك توت عن قامون بناء على الأشعة المقطعية لممياءه فهي يعني هي تعتبر أنها هي جمجمة طبق الأصل لجمجمة الملك توت عن قامون ومن خلالها عن طريق مثال كان دي بتخصص في الفقوصات اللي زي ديت اللي هي تبع الأبحاث الشرعية فتم وضع العضلات على المجسم هنا حالي كنت تتحدثي عن الرموسيس الثاني ولا عن توت عن قامون عن توت عن قامون أنا تسألت عن توت عن قامون وأنا بجاوبك عن توت عن قامون ده الحديث الحديث في توت عن قامون هو عادة تركيب وجهه بالأشعة المقطعية فبس بالتالي بالطريقة دي هي طريقة اتباع ثلاثية الأبعاد للجمجمة وبوضع أو عادة تركيب الوجهة عن طريق وضع العضلات المختلفة واستخدمت المقياس المصري للوجوه المصرية الحديثة للبناء الوجهة وده على غير اللي حصل في المحاولات فيه كانت محاولات سابقة ساعة 2005 لعمل عادة تركيب وجهه للملك توت عن خامون ولكن كانت تمت استخدام مقاسات ألمانية وأمريكية أعتقد أنه المجال ده أصلا كان حكرة على الأجانب يعني حاجة دخلتي بمجال الأشعة المقطعية الخاص بالمميوات ده أنه أنا متهيال أن ده كانت حاجة حكرة على الأجانب وأنا فقط دخلتها وأنا كنت بمسافة بره أنا كنت بدرس زمانة الأشعة في كاندق سنة 2004 وأنا هناك لقيت أنهم بيجيبوا ميواته وبيفحصوها بالأشعة المقطعية وأنها كلهم عبارة عن حكرة على الأجانب فقط فأنا بالإضافة إلى دراستي للأشعة وكملت دراستة الأشعة إلى أن أنا كمان درست أشعة الأثر علشان الموضوع طب الزيت علشان ما تكونش حكرة على الأجانب والحمد لله باللوقت إحنا متفوقين عن الأجانب وإيه المغير بالنسبة لنا إحنا بقى للرسومة الأجانب يعني هم كانوا بيرسموا بأي طريقة وحك كنت بتكالين دلوقتي إحنا رسلنا بطريقة مختلفة فوصلنا لنتائج مختلفة عن قبل كده طيب هو ده سؤالك كويس لأن أول حاجة أن ممكن تكون الطرق استخدمت مثلا ممكن تكون طرق فنية لأن في محاولات عديدة لإعادة بناء وجوه الملوك هتلاقيها كتير قوي على الإنترنت وده بتبقى صورة وبيخدنها عن الموميا وبيبتدوا لعبوا فيها بالفوتوشوب وبمنعهم الأنواع الشغل الفني بس ده مش علمي اللي أنا بعمله ده هو خطوات علمية يعني أنا بوسط الأشعة المقطعية ووسط التقنيات الكمبيوتر وكمان بالاستعانة بعلماء الأنثروبولوجي أو علماء الأجناس للعمل الشكل المناسب لأن كل مجموعة عرقية بيكون لها ملامح ولها تفاصيل في الوجه مختلفة يعني احنا شكلنا غير الصينيين غير مثلا الأوروبيين أو كده فكل مجموعة ده يدفعها عشان كده استعانت في مشروع تتعانت خامون وكمان في مشروع عم سيستاني اللي هقولك عليه استعانت بعلماء من الأنثروبولوجي علشان ده بيضيف يعني بيضيف ثقة للموضوع فعلشان كده النتيجة اللي أنا حصلت عليها هي نتيجة علمية وهي أقرب إلى ما يكون إلى وجه الملوك في وقت حياتهم اللي هو مخالف لوجه الممياء اللي هي بتكون نشفة طب حيث كان ليك تصريح أنه المصريين هم الأكثر شبه للمميوات المصرية القديمة هو ده مش تصريح ده هو ده يعني بناء على دراسة يعني دراسات الأنثروبولوجي ودراسات كمان يعني الأجناس ده عشان نتاهم الناس ببساطة ده يكون بناء على شكل الطول مثلا بناء على إيه يعني بنقول إذا كانوا إحنا نشبههم أم لا طيب هو إحنا عندنا مميوات سواء كانت حتى مميوات ملكية أو كمان مميوات من عامة الشعب فبنتجي نشوف أطولهم شكلها إيه حتى ملامح الوجه شكلها إيه كل الحاجات دي كلها وبنقارنها بالموجودين من المصريين الحداثة فهيكون في تشابه يعني مثلا اللي كان بيتقال إن المصريين القدماء دولت كانوا أطولهم طوال جدا أو غير كده فإحنا بالعلم وبالتحنيط اللي خلى أكسادهم محفوظة لنا آلات السنين قدرنا إحنا نعرف إنهم إحنا نشبههم بشكل كبير وإحنا مختلفين دلوقتي أشكالنا مختلفة وهوما كمان في مصر القديمة كان فيهم أوردوا أشكال مختلفة طب حي كمان قلتني إن حتكلميني عن وجه الملك رمسيس الثاني وطوط عنخ أمون إحنا بدأنا بوجه توط عنخ أمون بالفعل بدأنا بوجه توط عنخ أمون وقلتلك أنا المراحل التركيب بوجه توط عنخ أمون ده كان بمناسبة الاحتفال بمقاوية اكتشاف مقبرته في 4 نوفمبر السنادي هي مر مئة سنة على اكتشاف مقبرة توط عنخ أمون فبما هذه المناسبة ما كانتش فيه أحسن حاجة هدية نهديها للعالم كله لأن الملك الطعام الخامون يطلع علينا بوجهه الحقيقي وبأسلوب علمي وبناء على الأشعة المقطعية للممياء بتاعته وبناء على علم الأنثروبولوجي أو علم الأجناس وتركيب والوجه بالمقاسات المصرية والاستعانة كمان بالمثال اللي إدى للملك صبغة زي ما تكوني صبغة فنية إنه هو فعلا يفتح عينه ويشوفنا لأول مرة من 3 عام طيب حيث كمان كنت بتكلميني من شوية عن التحنيت وإنه يعني مدى كبير إزاي استفدنا بالتحنيت إن إحنا نعرف أسرار الحضارة المصرية حيث كليكي أبحاث خاصة في التحنيت هو فعلا التحنيت ده هو اللي إحنا يعني حفظنا الحضارة المصرية بشكل كبير جدا لأن هو ده كان بينبع من إيمانهم بالبعث وبالحياة الأخرى فكان علشان كده كانوا مؤمنين بأن الروح اللي بتبقى بعد الموت ديت لازم تتعرف على الجسد علشان يعيش في العالم الآخر طيب والجسد ده يعملوا إيه لازم كانوا يحفظوه من التحلل فابتدوا يعملوا طريقة التحنيت ودية الطريقة اللي هما برغم المصريين كتبوا كل حاجة عن بيعهم وشراءهم وعن كل حاجة إلا أنهم ما كتبوش حاجة عن فن التحنيت لأن ده كان يعتبر زي السر الأعظم بتاعهم وهو فعلا هو سر يعني إلى حد كبير إحنا بالعلم دلوقتي بنحاول نعرف ومثلا بالأشعار المقطعية بالذات اللي إحنا بفحص المميوات على مدى الـ 18 سنة اللي أنا بشتغلت فيهم فحص مئات المميوات فمن ضمنها اتباح لطريقة التحنيت وأسرار كتير قوي كانوا بيعملوها وخصوصا معرفتهم بالطب ومعرفتهم بالتشريح وده اللي خلاهم أنهم يقدروا أنهم يزيلوا الأحشاء بتاعت الجسم كلها من فتحة صغيرة كده ودهت الشبهة دلوقتي لعمليات الجراحية اللي هي المايكرو أو الصغيرة اللي من فتحة صغيرة بيتم إزالة كل الأحشاء فبرضو دي تعتبر مهارة كبيرة جدا بالإضافة إلى كمان عمليات التجميل اللي كانوا بيعملوها ووضع الحشوات تحت الجلد علشان في نفس الأماكن اللي بيستخدموها ده الفيلر والبوتوكس يعاني؟ بالضبط بالنفس الأماكن اللي بيستخدموها في الفيلرز دلوقتي العلماء حتى لما أنا عملت البحث ده ونشرته الكلام ده كان سنة 2015 استضافتني جامعية الجراحي التجميل الأمريكية أن أنا ألقي البحث ده عندهم في ناشفيل في أمريكا لأنه يمثل فعلا حتى الأماكن اللي هم كانوا بيستخدموها دلوقتي حاليا اللي هي حوالين الأنف والفم والوجنتين والخدين وحتى المنطقة اللي هي التيمبرال نفس الأماكن وبالعكس بقى بطريقة حتى احترافية شديدة لأن المادة اللي هم استخدموها تحت الأشعة المقطعية لا تشققت ولا كسرت ولا أي حاجة هي زي ما هي فبالتالي كانت علومة طحنيت أفدتنا كتير قوي حفظت لنا أشكالهم حفظت لنا طرقهم المختلفة وحفظت لنا كمان الصناعات والتقنيات اللي كانوا بيستخدموها مثلا الحلي كانوا بيعملوه إزاي وبيجيبوه منين مواد الطحنيت بيجيبوها منين كل ديت علوم كاملة التحنيت حفظها لنا عن الحضارة المصرية وعظمتها بالتأكيد دكتور صحر يعني رحلة ممتدة مع أشعة الأثار لو عايزة أصلاح ذلك كده في النهاية عن حلمك في مسألة أشعة الأثار واستخدامها أكثر وأنه يكون عندنا فرق بحثية كبيرة بتشتغل في هذا المجال هو صحيح ده يعني إحنا عندنا تتبع وزارة السياحة والأثار مشروع المميوات الملكية وده مشروع ممتد من 2005 وإلى الآن وفحصنا العديد من المميوات الملكية ولكن بالإضافة لكده فأنا شغلي مستمر مع وزارة الأثار في حاجات كثيرة من ضمنها كمان في الحفائر فخوص المميوات داخل الحفائر صعب أوي الوجود في المواقع الأثارية بكل يعني الصعوبات والتحديات اللي بتكون موجودة في هذا المجال هو صعب والتحديات ديت أنا يعني اتغلبت عليها بتصميم المعدات اللي أنا بستخدمها يعني بنفسي بحيث أنها تكون يتم تركبها داخل البيرل نحن ندخل أحيانا في أبار صغيرة جدا وممكن 30 متر تحت الأرض ولكن وجود الأشعة في وقت الكشف مهمة أوي لعملية يعني حفظ المميوات وزي إنقاذ المميوات نشوف مين فيهم اللي حالها هيستحمل أنها تطلع أو حتى نفحص في وقت الكشف بالضبط حفاظا على المميوات فديت برضو حاجة مهمة وزارة السياح والأثار هي مهتمية قوي بالعلوم واستخدامها في الأثار حتى عشان كمال كده أنا عضو في لجنة العلمية للعرض المتحفي بمتحف الحضارة بالفستات وده برضو من أهمية من اهتمام الوزارة بإدخال العلومة المختلفة لخدمة الحضاراتنا المصرية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صحر سليم أستاذ ورئيس قسم الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة شكرا جزيلا يا فندم نورتينا في التساعة كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة ويعني أسيبكوا كده واحتفالات الكريسمس وأعياد الميلاد اللي في يعني بتملأ كل الأجواء يعني بهجة وسلام وسعادة أسيبكوا دايما وأشوفكوا على خير اشتركوا في القناة